السودان السودان الذي وقف في لحظة ما على مشارف الانتقال الديمقراطي وجد نفسه على مشارف كابوس يزداد ضحاياه باستمرار الصورة القاتمة التي رسمها تقرير منظمة العفو الدولية عن الأوضاع الإنسانية في السودان تكشف أن الأزمة لا تسير في صالح أي من طرفي القتال كائنا من كان المنتصر فيها منظمة العفو اتهم الطرفي النزاع بالقيام بأعمال قتل في هجمات قالت إنها متعمدة وعشوائية وأحيانا ضد ناس وهم في داخل منازلهم أو من خلال بحثهم عن طعام أو ماء أو دواء الأمينة العامة للمنظمة الدولية أنيس كالامار قالت إن المدنيين في كل أنحاء السودان يعيشون يوميا رعبا لا يمكن تصوره في سياق صراع لا هوادة فيه من أجل السيطارة على الأرض ومع تضرر أو ضمار العديد من المرافق الصحية ومع حالات النهب وتعرض النساء إلى الاغتصاب تقول المنظمة إن هناك الكثير مما يرقى إلى جرائم الحال المنظمة دعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية تحقيق ومساءلة مستقلة تكلف برصد الأدلة على الانتهاكات حقوق الإنسان في السودان وجمعها وحفظها ما يعني أن السجلات المحاسبة سوف تفتح في نهاية المطاف طرفاء النزاع يتهم أحدهم الآخر بارتكاب تلك الفضائع بل ويذهب بعضها إلى أن هذه الانتهاكات ترتكى فقط من أجل أن تلقى على عاطق الطرف الآخر المنظمة كذلك دعت مجلس الأمن إلى فرض حضر شامل للأسلحة على السودان إلى أن طرفي القتال لا ينقصهم السلاح بحضر أم بدونه فألم يحن الوقت بالنسبة لطرفي النزاعي أن يتوصل إلى تسوية توقف تدعيات الإنسانية للأزمة وهل يفيد تحقيق النصري على الطرف الآخر إذا ما أصبحت جرائم الحرب هي العنوان؟ وماذا يمكن لدول المعنية بالأزمة أن تفعل؟ لإنهاء حرب صارت تكاليفها الإنسانية أكبر من أي مكاسب سياسي الموت طرق بابنا لسان حال السودانيين الذين يعيشون رعبا لا يمكن تصوره ورصدته منظمة العفو الدولية في تقرير لها حمل هذا العنوان التقرير ركز على وقاء عمن الخرطوم وإقليم دارفور غربا واستند على شهادات 181 شخصا في شرقية شاد الأمينة العامة لمنظمة العفو أنيس كالامار ذكرت أن المدنيين يقتلون في منازلهم أو خلال بحثهم اليائس عن طعام وماء ودواء إذ يتعرضون لإطلاق النار عمدا من خلال هجمات مستهدفة مؤكدة أن عشرات النساء والفتيات بعضهن لا تتجاوز عمارهن إثني عشر عاما تعرضن للاغتصاب والعنف الجنسي على يد طرفي الصراع ولفتت إلا أن معظم حالات النهب الموثقة شاملت عناصر من قوات الدعم السريع وأن الكثير من المرافق الصحية والإنسانية دمر أو تضرر في أنحاء البلاد وفي درفور أوضحت المنظمة أن الدعم السريع ومليشيات متحالفة معه تنشر الموت والدمار وأن الهجمات المتعمدة على العاملين في المجال الإنساني والصحي ترقى إلى جرائم حرب منظمة العفو الدولية طالبت مجلس الأمن بتوسيع نطاق حظر الأسلحة المطبق حاليا في درفور ليشمل السودان بأسره وزيادة الدعم الإنساني ووجوب ضمان فتح البلدان المجاورة حدودها أمام المدنيين الباحثين عن الأمان وأسفرت الحرب المشتعلة منذ منتصف إبريل الماضي عن أكثر من ثلاثة آلاف وتسعمائة قتيل فضلا عن نحو أربعة ملايين نازح ولاجئ حسب الأمم المتحدة وينضم إلينا من إسطنبول جمال علي محمد الكاتب والباحث السياسي سيد جمال أهمية مثل هذا التقرير من منظمة العفو الدولية هل يمكن أن يجد ذانا مصغية في أي بقعة من العالم قادرة على تفعيل حظر الأسلحة أو على إيقاف هذا الصراع؟ التحية لك ولمشاهديك الكريم بالتأكيد تقرير منظمة العفو الدولية الذي جاء عبر مؤتمر صحفية اليوم في نيروبي يؤكد أن الحالة الإنسانية في السودان أصبحت حالة فيها كثير جدا من المخاطر التي تحدق بالإنسان في السودان نتيجة لهذه الحرب الدائرة منذ الخامس عشر من أبريل الماضي ولكن السؤال الحقيقي الذي يفرض نفسه هنا وقد جاءت بعض التلميحات وبعض الإشارات في هذا التقرير تقرير منظمة العفو الدولية بأنها اتهمت ماليشيات الدعم السريع بأنها هي التي قامت بأفعال غير إنسانية طالت الإنسان في دارفور وفي داخل الخرطوم نحن في السودان حقيقة ندعو إلى وقف هذه الحرب ولكن وقف هذه الحرب ينبقي أن تقف على مبادئ أساسية يستفيد منها السودانيون بشكل تام أولا الدرس المستفاد الأول لا يمكن أن يصبح هناك جيشان في السودان بأي حال من الأحوال يعرضان حياة الإنسان السوداني في مأمنه وفي مأكله وفي صحته وفي تعليمه للخطر لا بد أن يكون هناك جيش قومي واحد تعتمد عليه الدولة في تسيير أمورها وفي حفظ أمنها وفي الدفاع عن حدودها هذا واحدا ثانيا لا بد تماما أن تكون هناك عدالة حقيقية وأن تكون هناك اتهامات مباشرة لأن الذي حدث في السودان هو ليس حرب من أجل ما سمته ماليشيات الدعم السريع بأنه حرب من أجل الديمقراطية أو من أجل فرض دولة مدنية لأن الحرب إذا كانت ما بين جيشين متكافئين حول سلطة ما أو انقلاب عسكري كما يحدث في كل البلدان ربما كان هناك توصيفا سياسيا لهذه الحرب ولكن حرب تدمر المنازل تدمر القيم الاجتماعية للشعب السوداني تدمر أخلاقياته تقتصب نسائه تهجر المواطنين السودانيين من بيوتهم غصرا وتخرجهم من بيوتهم تدمر إرشيف الجامعات تدمر المكتبات تدمر مسودة النفط والتخطيط في السودان تدمر دار الوثائق تدمر المحاكم تفتح السجون هذا هو ما يعيشه السودانيون الآن وهذه هي الحرب بتوصيفها الكامل وبتوصيفها الموضوع الذي يحدث على الأرض لذلك ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية اليوم يشير بأصابع الاتهام بصورة مباشرة خاصة في غرب دارفور إلى تلك الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين العزل وهذا التصنيف العرقي البشع الذي مارسته قوات الدعم السريع وماليشياتها هناك مقابر جماعية أثبتت تحقيقات بأنها مرست في حق قبيلة المساليد هناك شهادات رواها اللاجئون في شاد تحكي كيف أن كان القتل يتم بصورة ممنهجة ضد إثنية محددة ضد مساكن معينة هناك تهجير ومحاولة لتغيير الديمغرافيا وللوضع الإثني في هذه المناطق لذلك هذا التقرير هو أخطر تقرير يمكن أن يحدث في حرب حديثة في بلاد ما في هذا العصر الحديث ما حدث في الخرطوم بالتحديد ربما لم يحدث في أي عاصمة من عواصم وفي أي حرب من الحروب ربما نشبهه بما حدث للمغول عندما دخلوا إلى بغداد أو نشبهه عند 48 عندما دخل اليهود إلى فلسطين هذا التهجير القصري وهذا القتل الممنهج وهذا الإفقار لإمكانيات الشعب السوداني تمارسه مليشيات تستعين بقوة خارجية وقد أثبتت كل الفيديوهات وقد أثبتت كل الدعوات بأن هناك من يقاتل في مليشيات الدعم السريع من هو جاء من شاد من هو من جاء من النيجر من أفريقيا الوسطى وهذه المليشيات التي تؤسس لقبيلة معينة وتؤسس لفئة معينة تحاول أن تستبدل الدمغرافيا السودانية وتستبدل إرث الشعب السوداني في حضارته وفي عراقته وفي كسبه وفي إنتاجه هذه حرب دخيلة على الشعب السوداني لذلك ينبغي أن تدان بأقوى عبارة الإدانة من كل المنظمات الدولية ومن كل الدول الحادبة على الإنسانية وعلى سلامة الإنسان انضم إلينا الآن من فاريس محمد الأصباط الباحث السياسي سيد محمد في ظل هذه الممارسات والتي لم ترصت فقط من منظمة العفو ولكن ليس من الصعب أبداً اكتشافها أو رصدها من قبل حتى بالعين المجردة من المستفيد من هذا الصراع ومن المستفيد من كل هذه الممارسات؟ يعني التحية لك والتحية للزميل الجمال والمشاهدين العزاء طبعاً لما ذكره التقرير بالنظمة العفو الدولية هو ليس جديداً يعني وذكره الناشطون السياسيون وذكره الإعلاميون والصحفيون والمحللون ومنظبات المجتمع المدني منذ اليوم الثاني الحرب وكل الذين يدعون إلى وقف هذه الحرب من يومها الأول أشاروا إلى وتنبؤوا بهذه المآلات لسبب بسيط جداً لأن من يقودون هذه الحرب سبغ لهم المارس ونفس الممارسات في عهد المخلوع عمر البشير ولكن لأن تلك الممارسات كانت في مناطق بعيدة وبعيدة عن أنظار الإعلام كما حصل في دارفور أو في النير الأزرق أو في جنوب كردفان نفس هذه الماليشيات اقتصبت النساء وهجرت الناس من بيوتها وقتلت الناس وتاريخها مشهود بالفضاعات وبالتالي منذ اليوم الأول للحرب نبهنا وعشرنا إلى هذه المآلات المتوقعة لأن هذا طبيعي عندما تدرس أي ظاهرة أرجع إلى تاريخ من يقومون بها فستتشف بسهولة شديدة جداً هذه المآلات مع كل أسف الجنرالين الذين يخوضان هذه الحرب تاريخهم أصلاً هو تاريخ قتل ليس لدى الرجلين أي خبرة في الإدارة ولا في السياسة ولا في الدبلوماسية وخير الدليل على ذلك منذ تصدرهم المشهد في 2019 القتل اليومي للمتظاهرين الفضل العنيف لاحتصام القيادة والحرب العبسية التي خاضوها منذ 15 أبريل إلى اليوم وهم يتوهم كل قائد منهما سيكون قائد مليشيا الدعم السريع أو قائد الجيش كل منهم يتوهم بأنه سيلحق الهزيمة بالآخر ليس لديهم حساسية تجاه ما يعانيه الإنسان السوداني والعذابات اليومية والموت والقتل وبثل الأعضاء من إجسام الإنسان والنزوح ومشكلات المترتبة على ذلك من هزمات في العلاج والقزاء والسكن والنزوح وكل أهوال الحرب ليس لدى رجلين أي حساسية تجاه هذا الأمر كل همهما أن كل يتوهم بأنه سيلحق الهزيمة بالآخر وبالتالي أطلق على هذه الحرب أنها حرب عبثية ومجنونة طيب سيد محمد أو سيد جمال عفوا يعني التقرير الذي رفعه منظمة العفو الدولية هل له أي سلطة على العديد من المنظمات لأنه هي دعت مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء آلية للتحقيق دعت مجلس الأمن إلى فرض حضر إذن هي ليست في حد ذاتها قادرة على إحداث التغيير يعني ليس هي قادرة الآن بشكل مباشر على إحداث التغيير ولكنها هي إشارات تماما تصنف هذه الحرب وتضعها في طبيعتها ربما عندما نشأت هذه الحرب كان الناس يتحدثون بأن الحرب بين جنرالين وحرب بين القوات المسلحة وبين مليشة الدعم السريع وأن هناك مشروعا سياسيا اختصم حوله الناس في السودان لذلك هناك من أراد أن يفرض هذا المشروع السياسي ويراه أنه هو الأوفق لإدارة السودان في الفترة الانتقالية وكان ذلك هو المشروع الإطاري الذي جعل الجيش يرفض دعوة دعم السريع بأن لا يندمج في داخل القوات المسلحة ولكن هذه الإشارات مهمة جدا لتصنيف ما يحدث الآن في السودان كان الناس يساوون ما بين تقوم به القوات المسلحة هناك حقيقة حرب ضروس دارت في قلب العاصمة الخرطوم هجرت العديد من المواطنين بل ملايين المواطنين خرجوا من بيوتهم من ديارهم فقدوا أمنهم فقدوا طمأنينتهم فقدوا متاجرهم وأموالهم ولكن هذه الحرب كانت مفروضة لأن هذه المليشية فرضت هذه الحرب عنوة على الشعب السوداني فرضتها في بيوتهم، فرضتها في مستشفياتهم، فرضتها في مرافقهم بصورة عامة عندما تأتي هذه المنظمات وتتحدث بصورة قوية مثل محكمة العدل الجنائية التي فتحت تحقيقا لما تم في دارفور وأن هناك مغابر جماعية وأن هناك تطهيرا عرقيا قد حدث هذه إشارة مهمة جدا لقادة الدعم السريع وعندما تأتي الآن منظمة العفو الدولية وتتحدث بأن هناك حالات للاختصاب موثقة وأن هناك شهادات بائنة للاجئين قالوا بأنهم مورست في حقهم أبشع أنواع الانتهاكات لحقوق الإنسان هذه إشارات مهمة جدا للتعامل عندما نأتي لنتحدث عن العدالة ونتحدث بعد ذلك لكيفية نعوض هذه المفقودات للذين فقدوها من غير أن يكون لهم يد في هذه الحرب هناك الحرب دارة بين مؤسسات عسكرية ولكن كما قلت لك في بداية حديثي المستفاد من هذا الدرس مهما اختلفنا فيه في أنه لا بد أن تنتهي هذه الحرب بقوات مسلحة واحدة تأتمر بإمرة واحدة ونتجاوز كل السلبيات التي أدت إلى هذه الحرب ونحاسب كل من تجاوز الأخلاقيات وإن كانت ليس هناك أخلاقيات تماما في هذه الحرب وأن نرد الضرر للذين تضرروا بشكل مباشر في ممتلكاتهم في أرواحهم ونحن نعلم بأن الأرواح لن تعود مرة أخرى وأن النساء لا تقتصبنا لا بد أن يرد لهم حقهن بشكل مباشر وهناك العديد من الصور وهناك عديد من الفيديوهات هناك من يرتكب هذه الأفعال الشنيعة ويوثق لها ويبثها عبر وسائل النشاط الاجتماعي إذا كانت في الفيسبوك أو الوسائط الاجتماعية بصورة عامة إذن هناك نحن لا نحتاج إلى كثير من حتى عندما تحدثنا عند الفترة السابقة للمراسات ماليشيات الدعم السريع هي التي فضت الاعتصام ولكن القوى المدنية تجاوزت عن ذلك لم تتحدث بأنها لأن هناك كانت شراكة سياسية وربما كان هناك الكثير من مسكود عنه الآن لا يستطيع السودان أن يسكتون عن أي تجاوز مهما كانت هذه التجاوزات ومن من تمت هذه التجاوزات لا بد أن تكون هناك محاسبة لا بد أن يتغير السودان من بعد 15 أبريل لهذه الحرب التي ما جعلت في السودان الآن شيئا أخضر ولا جعلت في السودان هناك أملا قريبا في المستقبل القريب لأهل السودان اللي يعيشونه لا في أكاديمياتهم جامعاتهم قد تدمرت تماما مستشفياتهم قد دمرت تماما مؤسساتهم التعليبية ومؤسسات الدولة الآن يعني الخرطوم تعيش كأنها قرية في منتصف العصر الحجري بلا مطار بلا مياه بلا كهرباء بلا متاجر بلا مصانع من مسؤول عن هذا؟ كل هذا الدمار الشامل الذي طال الإنسان وطال نفسياته وطال ممتلكاته لا بد أن يساءل عنه نحن الآن لن نتحدث عن أي تسوية ربما أو أي وجود قادم لقوات الدعم السريع التي فعلت كل ذلك بالشعب السوداني نحن نحتاج إلى محاسبة حقا نحتاج إلى أن ننكأ هذا الجرح حتى يدمي لنظفه تماما وليستقل السودان من بعد ذلك على قواعد جديدة وعلى لعبة سياسية جديدة ليس فيها كل ذلك المراء وكل الشعارات الرنانة التي تنادى بها لا للحرب نعم لا للحرب ولكن تنتهي الحرب بنهاية الدعم السريع تماما بخروجه من بيوت الناس بخروجه حتى من السودان الذين جاءوا من خلف الحدود ينبغي أن يرجعوا الآن لو قلنا لا للحرب هل تعود الأرواح التي زهقت؟ هل تعود الأموال التي نهبت؟ هل تعود المدارس والمستشفيات التي دمرت؟ هل تعود الخرطوم صحتها وعافيتها وجمالها؟ الذين يقولون لا للحرب ينبغي أن يجاوبوا على هذه الأسئلة صحيح يعني هي جملة من الأسئلة المنطقية والتي يفرضها المشهد طيب سيد محمد هل تأخر برأيك إصدار مثل هذا التقرير من قبل منظمة العفو؟ أو من قبل كل من لديه ضمير لرصد هذه الجرائم في السودان؟ هو طبعا تأخر كثيرا وهذا أمر طبيعي الآلية التي تعمل بها المنظمات الدولية هي آلية يعني إطاعها بطي وذلك بسبب المنهج الذي تتخذه هذه المنظمات وهو منهج يقوم على التحقق والتأكد والاستيثاق من أي انتهام قبل إطلاقه والمجتمع الدولي عموما يتعامل مع الأزمة السودانية طبعا هي يعني ممكن تكون في البندة الثالث أو الرابع أو الخامس في أجنتته وليس البندة الأول بيحان من الأحوال على سبيل المثال الأزمة الإنسانية كان من الممكن للمجتمع الدولي أن يقيم مستشفيات ميدانية والمنظمات الدولية قادرة على ذلك هناك يعني عشرات لم يكن مئات من الأطباء المتطوعون الذين يريدون أن يعينوا السودانين ويتواجدون الآن في عواصم دول الجوار بانتظار نداء من الصليب الأحمر أو الهلالة الأحمر أو الأمم المتحدة بإغامة مستشفيات ميدانية على الحدود أو غريب من المناطق الساخنة وهذا الأمر ليس أمر صعب ولا مستحيلا هذه المنظمات تمتلك إمكانيات ولديها صورص كبير جدا ولديها مخزونات ضخمة جدا من الأدوية ولديها إمكانيات مالية من الممكن أن تغير مستشفيات ميدانية بالنسبة للإغاثة الإنسانية مثلا كان من الممكن إيصار الإغاثة عبر المناطق الآمنة سوى كان عدود شرق السودان عبر أسيوبيا وأريثريا أو حتى حدود غرب السودان من تشاد وأفريغيا الوسطى وحدود الجنوبية من جنوب السودان وحتى الحدود الشمالية من مصر يعني كان من الممكن إيصال المواد الغذائية للمناطق المتضررة عبر أغرب حدود لهذه المناطق هذا الأمر طبعا نحن كما لاحظنا عندما حصلت الحرب الأوكرانية نهضت هذه المنظمات في أقل من 48 ساعة كانت المستشفيات الميدانية عملت وكانت مراكز الإيواء شيدت وتحركت جحافل الطباء والمزعفين والمعالجين والمساعدين النفسيين والمواد الغذائية في ظرف أغلى من 48 إلى 72 ساعة وبالتالي مسألة المجتمع الدولي هي مرتبطة بأجندات المجتمع الدولي وآليات المجتمع الدولي ولذلك عندما يتحول الملف إلى البندة الثانية والثالثة والرابع بكل تأسكيد سوف تأتي أفعاله متأخرة طيب سيد جمال مسألة الحضر على الأسلحة هل ترى أنها فعالة؟ هل يمكن بالفعل السيطرة على ما في السلاح؟ بالتأكيد إذا كانت هناك حرب دامية بهذا الشكل ينبغي أن تكون هناك فرض على السلاح وعلى توريد السلاح وعلى استعمال السلاح ولكن السؤال المهم هنا يعني كيف دخل السلاح إلى مليشيات الدعم السريع؟ وحتى الآن لو رأينا في القتال نجد أن هناك مليشيات الدعم السريع قد تطورت في تسليحها بشكل مباشر أكثر مما بدأت عليه الحرب في 15 أبريل الآن المليشيات الدعم السريع تمتلك طائرات مسيرة تمتلك صواريخ مضادة للطائرات تمتلك مدفعية بعيدة المدى كل هذه الأسلحة دخلت في الحرب بعد الشهر الثالث كيف دخلت هذه الأسلحة إلى مليشيات الدعم السريع؟ كيف وصلتها؟ ونحن نعرف تماما بأن هناك اتهامات مباشرة لعديد من الدول التي تساهم بشكل أو بآخر في إمداد الدعم السريع بالأسلحة نحن إذا تحدثنا عن القوات المسلحة نريد أن نحذر هناك حقيقة منذ حرب دارفور هناك حظر على الطيران في ولاة دارفور وربما خفف ذلك من الكثير من الإشكالات التي كانت تحدث في ذلك الزمان من قصف الطيران للقرى ولعملية الحرب التي كانت تقودها القوات المسلحة ضد المتمردين الذين كانوا يحملون السلاح ضد المركز القرطوم اختلف الناس حول هذا المسمى أو اتفقوا ولكن الآن هناك انتصارات في تقديري على الأرض الجيش الآن يتقدم بصورة كبيرة جدا وأصبح يشتبك بصورة مباشرة مع مليشيات الدعم السريع في الطرقات أصبح يخرجها من بعض المرافق الحكومية أصبح يخرجها من بعض المنازل ويطهر بعض الأحياء كاملة ويتعود الحياة تدريجيا إلى الناس ويعودون الناس بشكل تدريجي إلى مناطقهم لذلك هناك من يريد لهذه التقدمية للقوات المسلحة أن تقيف بأن يقل يد الجيش في التعامل وأن يقل يد الجيش في مسألة الزخيرة وأن يقل يد الجيش في حركته في انتصاره الذي ربما وإن تأخر نحن الآن هذه الحرب مكلفة جدا جدا ولكنها تمشي إلى نهايات وإن كانت مؤلمة نحن نحتاج إلى نهايات تنتهي فيها قوات الدعم السريع التي ما زالت تتمتع بخضر كبير جدا من الدعم اللوجيستي العسكري وبالتسليح العالي جدا من بعض الجهاد ينبغي لمنظمات المجتمع الدولي أن تقيف هذه الأطراف التي تمت هذه القوات بهذه السلاح لذلك يمكن أن تنتهي هذه الحرب الحرب هذه تنتهي بصورة مباشرة عندما تستطيع القوات المسلحة أن تفرض هيبتها للدولة وذلك لمنفعة السودانين أجمع ليس هناك دولة في محيطنا العربي الآن إنهار جيشها إلا وإنهارت الدولة لا أريد أن أذكر أمثالا لو قلنا اليمن اليبنيون راهنوا على أن مليشيات الحوثي يمكن أن تستعيد وجود القوات اليمنية والآن نحن نعيش في فراق أمني واسع وكذلك إن بدأت بالعراق أو إن بدأت بليبيا أو إن بدأت بالكثير من الدول التي انهارت فيها الجيوش نحن لا نريد لجيشنا أن ينهار نريد لجيشنا أن يتماسك إذا كانت هناك بعض التحفظات على أداء الجيش وعلى قادة الجيش فليكون ذلك الحساب في المرحلة الثانية ولكن المرحلة الأولى هنا نحن نقف خلف جيشنا بصورة قوية جدا وندعم هذا الجيش في هذه الحرب حرب الكرامة التي يدافع فيها عن نسائنا عن بناتنا عن أقواتنا عن أموالنا عن بيوتنا يدافع فيها من هذا القزوة الأجنبي الذي يريد أن يحسوا على صدورنا نقف مع قواتنا المسلحة ثم بعد ذلك يمكن أن نشكل واقعا سياسيا جديدا مبنيا على قيم السودانيين وعلى أصالتهم وعلى الذين يحاولون أن يحافظوا على هذا الوطن ولكن أي صيقة سياسية الآن يمكن أن تفرض من أجل بقاء هذه المليشيا فإنها تؤجل نهاية الحرب في السودان سيد محمد التساؤل العريض هنا هل مسألة الحضر بالفعل هي كفيلة بإنهاء هذا الاقتتال أم أن هناك فوضى صلاح وأسلحة مخزنة منذ قديم الأزل وأسلحة أيضا يتم الإمداد بها حتى لو كان هناك قرار بالحضر أولا يعني ليس للمنظمات الأممية أي أدوات لتنفيذ مثل هذه الغرارات هذه الغرارات سيتم تنفيذها عندما تصدر عن مجلس الأمن ومجلس الأمن كما هو معلوم منقسم بين روسيا والصين من جهة ولوية المتحدة الأمريكية واتبغية الدول الغربية من جهة أخرى وبالتالي هذا الأمر بعيدا احتمال التنفيذ أن يتم فرض حظر السلاح ويكون فرض حظر فعال وتكون هناك نتائج واقعية يعني منموسة إضافة إلى أن كما هو معلوم يعني تجارة السلاحية من واحدة من الأعمال التي يعني تعمل في منطقة المظلمة دائما وراكمت خبرات طوال السنوات وخصوصا في مناطق النزاع لديهم آليات وأدوات ويستخدمون يعني كل الحيل ولديهم إمكانيات مالية ضخمة طبعا ولديهم دعم استخبارات تدعمها دول تجارة السلاح كما هو معلوم فيصعب جدا جدا إغافة التسليح وكما ذكرت لك إذا كانت هناك إرادة إقليمية أو دولية لإغافة هذه الحرب لوغفت هذه الحرب ولكن يبدو واضحا أن ثمة دول في الإغليم أو حتى دول من خاري الإغليم الدول بعيدة من السودان تريد للسودانين أن يصلوا إلى هذه المرحلة من الإنهاك أن يتقاتل الجيش مع ماليشيا الدعم السريع وإلى أطول فترة ممكنة وتنتهي الحرب بأن يكون هناك جيش ضعيف جدا وقوة يعني قوة متمردة ضعيفة وبعمرور الحرب طبعا سوف تتناسل مجموعات أخرى من هذه الغوات المتمردة على الدولة من المؤكد في ظل حالة التجيش وفي ظل طيغلة يعني استطالة الحرب مؤكد ستصهر بؤر أخرى للتمرد وبؤر أخرى للاقتتال الأهلي والقبلي والخوف كل الخوف أن تتحول إلى حرب جهوية كما هو معلوم السودان دولة تقع في محيط من سبعة دول هؤلاء الجيران السبعة إن لم يقم كلهم ولكن 20% منهم يرتبطون برباط الدم مع سودانيين هناك سودانيين قبائل جزءا منها في السودان وجزء في تشاتف هناك قبائل جزء في السودان وجزء في أفريق الوسطى هناك قبائل جزء من السودان وجزء في جنوب السودان قبائل النوبة جزء في السودان وجزء في مصر قبائل الشرق جزء في السودان وجزء في أريتريا وسيوبيا وحتى ليبيا وبالتالي إذا انتدت الحرب سوف تنفرط عقد الأمن في المنطقة كلها وهذا سيحول السودان إلى بؤرة لتجارة السلاح والتجار بالمخدرات والإرخاب الدولي والتجار بالبشر وستتشزى المنطقة وستصل الشزايا إلى دول الإغليم وإلى أوروبا والخليج وربما حتى الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي الأفضل للسودان والعالم والجريان للسودان ولكل الذين ينفخون الآن في يعني يصبون مزيد من الزيت على حرب عبسية حتى الآن لا يوجد أي أحد من الطرفين قادر على الحاقة الهزيمة بالآخر بل بالعكس يعني كل يوم السودانين يفغدون خيرة شبابهم ويفغدون شيوخهم ونسائهم والمرضى يموتون بسبب عدم تبكونهم من الوصول إلى المستشفيات وفساد الأدوية بسبب انقطاع التير الكهربائي وانتداد الحرب إلى مناطق أخرى أنا من كردفان المنطقة التي ولدت فيها تبعد 50 كيلومتر عن مدينة الدلني وهي تاني أكبر مدينة في جنوب كردفان تحتلها الدعم السريع الآن ومدينة الأبيض شمال كردفان تبعد عنها نحو 80 كيلومتر ومناطق البترول تبعد عنها نحو 60 كيلومتر في غرب دارفور هذه المنطقة الآن يحتلها الدعم السريع الحديث عن أن الحرب في الخرطون فقط هذا الحديث غير صحيح الآن هناك وجود المليشية الدعم السريع في كردفان وتحيط مدينة الأبيض يحاطة السوار بالمحصل وتحتل مدينة الدبيبات وهاجمت الأسبوع الماضي مناطق البترول في الغرب من المجلد بالإضافة إلى وجودهم في ولايات كردفان الأربع واستسنينها شرق دارفورة الأربع واستسنينها شرق دارفورة التي لأسباب وفق التكوين الإسني في المنطقة حتى الآن ما زالت آمنة ولكن إذا استمرت الحرب ستنشطر وتتشزى ليس الخرطون فقط ولكن غالب السودان إذن يعني كل السيناريوهات لا تشير إلى الخير وبالفعل لابد من محاولة إنهاء هذا الاقتتال سريعا السيد محمد الأصباط الباحث السياسي كنت معنا من باريس شكرا جزيلا لك ومن الصنبول سيد جمال علي محمد الكاتب والباحث السياسي شكرا جزيلا لكم مستمرون معكم في برنامج وراء الحدث وتتابعون بعض الفاصل ترامب يمثل أمام المحكمة لمرة ثالثة متهما بمحاولة قلبي نتائج انتخابات 2020 فهل تقود تلك المحاكمات فرصه في الترشحي للرئاسة؟